اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على التوالي وعلى التوازي بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لتوصيل المقاومات على التوالي انا بعتبره هو اهم الاجزاء لو معنا مثلا جماعة بطارية هتعطي للمقاومة اللي هتتوصل معها 48 فولت المقاومة اللي معها دي مثلا 8 اوم يبقى الطيار 48 فولت يعني مثلا لو كانت البطارية 50 فولت وحيستهلك جواها 2 فولت وحتد للدائرة الخارجية 48 فولت لو دي 8 اوم حيمر جواها طيار 6 امبير طيب لو في مقاومة تانية جات تتوصل مع المقاومة اللي هي 8 اوم ديت وكانت المقاومة التانية ديت 4 اوم مثلا برضو الجهد اللي هيعطى 48 فولت بس المرة دي هيقسم على مقاومتين دي 8 اوم ودي 4 اوم لو جينا نحسب الطيار 48 فولت على 12 اوم يبقى يطلع الطيار 4 امبير يبقى الطيار اللي هيمر في الحالة دي 4 امبير هيمر هنا 4 امبير وهنا برضو 4 امبير طيب لو جيبنا مقاومة تالتة لو جيبنا مقاومة تالتة 11 اوم 8 اوم 4 اوم لاحظ ان المقاومات كده 24 اوم الجهد 48 فولت الطيار الكل 48 على 24 يطلع 2 امبير وحيمر فيهم وحيمر فيهم كلهم طيب بعد الارقام دي هنتوصل الى لو احنا قلنا ان الجهد هنا 48 فولت لما نوصل عند النقطة دي برضو ما زال يا جماعة عند النقطة دي الجهد هنا ما زال 48 فولت طيب ليه لانه في السكة كده ما فيش اي جهد بوزل لان ده يعتبر عادي من المقاومة طيب لما نعدي على المقاومة دي ما هو هنا 12 اوم والطيار 2 امبير يبقى فرق الجهد هنا 24 فولت ينقصوا من 48 يبقى الجهد عند النقطة دي بقى 24 فولت طيب عند النقطة دي الجهد 24 فولت الطيار اللي ماشي معانا 2 امبير في 8 اوم يعني 16 فولت يبقى نفقد هنا جهدا قدره 16 فولت حيتبقى معانا 8 فولت طيب احنا كده يبقى معانا 8 فولت الطيار هنا 2 امبير لما تضرف الاربعة اوم دي يبقى 8 فولت يبقى وصلنا هنا الى جهد 0 فولت يبقى لو مركز معايا انا كده عندي الجهد تم تجزئته كان معايا جهد 48 فولت فقدت هنا 24 وبعدين فقدت 16 وبعدين فقدت 8 يترى فرق الجهد لو جبنا يقيس هنا فرق الجهد حيقيس طبعا 48 طب وهنا حيقيس 24 طب وprechen هنا حيقيس فرق الجهد دا يعني 16 فولت طب وact الخلاصة في توصيل التوالي لازم نفهم ان الطيار والجهد والمقاومة كل حاجة منهم لها قانون الطيار الكلي يمر في المقاومة الاولى هو نفسه يمر في المقاومة التانية هو نفسه يمر في المقاومة التالت يبقى الطيار لا يتجزأ والجهد الكلي يتم توزيعه على المقاومات بنفس نسبها في توتل حيسوي في وان زائد في تو زائد في سري ده قانون كرشوف خد بالك تاني مش هنا نسب المقاومات لو عملناها نسب مئوية نسب المقاومات واحد الى اثنين الى تلاتة وبرضه نسب الجهود وفرق الجهد هنا تمانية وفرق الجهد هنا ستاشر وفرق الجهد هنا اربعة وعشرين تمانية الى ستاشر الى اربعة وعشرين فنسب الجهود برضو واحد الى اثنين الى تلاتة يبقى يا جماعة في توصيل التوالي يقسم الجهد على المقاومات بنفس نسب المقاومات طيب ممكن نفك العلاقة بتاعة الفي ديات بـ I total فR total بيساوي I1 R1 زائد I2 R2 زائد I3 R3 ونقسم على الطيار لانه الطيار متساوي فنطلع انه R المحصلة هي مجموع المقاومات طيب يبقى دي قوانين التوصيل على التوالي والغرض طبعا من التوصيل على التوالي الحصول على مقاومة كبيرة من عدة مقاومات اصغر اما التوصيل على التوازي لو جبنا برضو نفس البطارية اللي فاتت ديات وعندي نقطة ونقطة هنا الجهد 48 فولت وهنا الجهد 0 فولت طيب وجات مقاومة اولى اتحطت هنا المقاومة دي كانت اربعة اوم يبقى فرق الجهد 48 فولت والمقاومة نفسها اربعة يطلع الطيار 48 على اربعة يعني 12 امبير يبقى في الحالة دي الطيار اللي هيخرج من البطارية 12 امبير طيب لو جات مقاومة تانية اتصلت على التوازي بالشكل ده وكانت 8 اوم حيمر فيها طيار كام يا ترى ما وفرق الجهد بين طرفي المقاومة دي برضو 48 على التمانية يطلع 6 امبير ولكن الطيار الكل بقى دلوقتي اللي هيبقى ماشي في الدارة 12 زائد 6 كده هيبقى 12 زائد 6 طيب لو وصلنا مقاومة 3 اتناشر اوم ما هي برضو فرق الجهد بين طرفيها 48 يبقى حيمر طيار طيار اربعة امبير يبقى العمومة دلوقتي اتناشر وستة واربعة يعني 22 امبير الله 22 امبير لما ييجي بقى يدخل هنا ل22 امبير حيتجزق ولا لا هيتجزق على المقاومات بنفس نسب ولا بعكس نسب لا بعكس نسب المقاومات المقاومة الاصغر المقاومة الاصغر هتاخد اكبر طيار واخد بالك لو مسكت مقاومتين بس عشان النسب تبقى سهلة يعني مثلا المقاومة اربعة الى تمانية يعني واحد الى اتنين دلنسبة بتاعتهم هيكون الطيار اتناشر الى ستة يعني اتنين الى واحد طب لو جربت الاولى مع الاخيرة المقاومة هنا اربعة وهنا اتناشر طب الطيار هنا اتناشر وهنا اربعة يبقى يقسم الطيار بعكس نسب المقاومات اذا يا جماعة في توصيل التوازي بتكون القواعد كالقاتي نحاول لمعتز نخلي الصورة واخد التوازي والتوازي مع بعض كده ان شاء الله في التوازي الجهد لن يتجزأ V1 يساوي V2 يساوي V3 ايوه تمام كده الله ينور يعني الجهد هنا اللي مش هيتجزأ لانه كلهم طبعا نفس الجهد اما الطيار بقى I total هيتجزأ I1 زائد I2 زائد I3 واحنا قلنا هيتجزأ بعكس نسب المقاومات ولما تفك الطيار بقى I V total على R total بيساوي V1 على R1 زائد V2 على R2 زائد V3 على R3 نقسم على الفيلا انها متساوية فالقانون هيبقى ازاي بقاه مقلوب المحصلة بيساوي مقلوب R1 زائد مقلوب R2 زائد مقلوب R3 طيب تمام صلي على النابي صلى الله عليه وسلم طبعا الغرض من توصيل التوازي الحصول على مقاومة صغيرة من عدة مقاومات اكبر في اختصارات لما يكون في التوازي ماشي في الاختصارات لو هي لو مقاومات متساوية تبقى R المحصلة على طول بتساوي قيمة الواحدة على عددهم لو مقاومات متساوية تبقى المحصلة قيمة المقاومة الواحدة على عددهم بمعنى لو عندي مثلا ثلاث مقاومات قيمة كل واحدة اتناشر فبقول له واحد على R total بيساوي واحد على اتناشر واحد على اتناشر واحد على اتناشر يعني ثلاثة على اتناشر لما يجيب بقى ال R total حلاق اتناشر على الثلاثة اتناشر دي قيمة الواحدة وده لا اه ايوه وإن ده عددهم مقاومات متصلة على التوازي ومتساوية القيمة يبقى المحصلة قيمة المقاومة الوحيدة على العدد طيب القاعدة التانية في الاختصارات بقى ودي مهمة جدا اللي إما لما يكونوا مقاومتين فقط لما يكونوا مقاومتين فقط بنختصر الكلام ونقول ضربهم على جمعهم ليه لأنه لو مقاومتين بس واحد على R2 بيساوي واحد على R1 زائد واحد على R2 فلما حتوحد المقامات حنوحدها مثلا على ضربهم R1 فR2 واللي حيتعمل فوق طبعا ضربهم دوت تقسمه على R1 يتبقى لك R2 زائد تقسمه على R2 يتبقى لك R1 ده بيساوي واحد على R total يبقى المعدول بتاعها لما نيجي نعدلها R total بتساوي R1 في R2 على R1 زائد R2 يبقى الصورة النهائية نحفظها ومش لازم نسبتها بقى إنه لما يكون مقاومتين فقط متصلين توازي نقول ضربهم على جمعهم يبقى نلخص الكلام دوت ونقول إيه في حالة توصيل مقاومتين فقط على التوازي R total لمقاومتين بتساوي ضربهم على جمعهم والقاعدة دي على فكرة ممكن تستخدمها لأكتر من مقاومة بس الزائد مش كلهم ضربهم على جمعهم لا تمسك اتنين اتنين تمسك اتنين اتنين يعني مثلا لو أنا عندي تلات مقاومات تلاتة ستة اتنين دي لما نيجي نشتغلها ممكن باختصار كده تاخد التلاتة وستة مع بعض مهم مقاومتين خلصهم مع بعض ضربهم على جمعهم ضربهم تمنتاشر على جمعهم تسعة يطلع اتنين يبقى دولة محصلتهم باتنين يبقى نمسحهم ونحط مكانهم اتنين خلاص بقى اتنين واتنين اتنين واتنين قيمة الواحدة على عددهم يعني اتنين على واحد او ضربهم على جمعهم هتطلع اربعة على اتنين يطلع اتنين اربعة على اتنين تاني اتنين على اتنين يطلع فيها الواحد طيب ده جزء ابتداء في توصيل التوالي والتوازي بس في ناس عندها مشكلة مشكلة لما يكون عندي مقاومات كتير على التوالي او على التوازي وعايز اجيب الطيار في كل واحدة يا طرح اجيبه ازاي تعال كده ندي مثال ترجمة نانسي قنقر الطيار الاصلي جاي هنا مثلا لو هو قال لي على الدايرة دي او على الجزئية ديت من الدايرة انه هنا خمسين فولت يعني فرق الجهد الكل خمسين فولت وقال لي انه الجهد عند النقطة دي هيبقى صفر فولت طبعا معنى كده ان الجهد هنا في البداية خمسين فولت يبقى فيه خمسين فولت حيتوزعه على المقاومات ديت طيب ايه البيانات اللي الدهاني مثلا قال لي ان المقاومة دي خمسة قوم والمقاومة دي ستة ودي تلاتة ومثلا اتناشر اتناشر ستة طيب اتعامل ازاي عشان اكمل الطيارات كلها اللي في الدايرة اول خطوة انا عندي الجهد الكل طيب وبعدين اجيب المقاومة الكلية طيب حاجبها ازاي هنا اتناشر واثناشر ستة ستة وستة تلاتة يبقى المنطقة دي تلاتة قوم ستة وتلاتة دول ضربهم على جماعهم يطلع اتنين ودي خمسة فالمحصلة عشرة قوم يبقى عندنا المقاومات عشرة قوم ازا الطيار هيبقى خمسة امبير خمسة امبير دي قيمة الطيار اللي مارر هنا طيب هنبقى كده ممكن بالحسابات وبعدين هيجي هنا يتفرعوا بنسبة كام الى كام بقى بعكس نسب المقاومات يا جماعة المقاومات هنا اتنين الى واحد يبقى الطيار هتفرع بنسبة واحد الى اتنين يعني الطيار هتقطع الى ثلاثة اجزاء كل جزء قيمته كام خمسة على ثلاثة لانه قلتاني براح صلي على النبي الطيار معانا كام امبير خمسة امبير طيار وقف هنا خمسة امبير هيقسم نفسه ازاي بعكس نسب المقاومات المقاومات اتنين الى واحد ما هو ستة الى ثلاثة يعني اتنين الى واحد يبقى الطيار هيبقى بنسبة واحد الى اتنين يعني انا هقول بني وبالنفسي ان الطيار هتقطع الى ثلاثة اجزاء جزء منهم فوق وجزءين تحت طب هو الطيار اصلاً خمسة امبير لما يتقطع الى ثلاثة اجزاء كل جزء يبقى خمسة على ثلاثة جزء واحد فوق يبقى الطيار اللي فوق خمسة على ثلاثة امبير طب والطيار اللي تحت عشرة على ثلاثة امبير طب يا استاذ انا ما بعرفش اعمل القصة دي بالحسابات كده أنا عايز أعملها يعني بالقوانين طيب صلي عن نبي أسيدي صلى الله عليه وسلم ممكن تلخص الموضوع ده في جدول صغير كده تقول لنفسك أنا عندي مقاومة أولى ومقاومة تانية ومحصلة R V I أو خليها R I V المقاومة اللي أولى عندك بكام ستة المقاومة التانية بكام تلاتة المحصلة بتاعتك بكام اتنين ماشي الطيار معرفش الطيار هنا كام ولا هنا كام بس أعرف أن الطيار هنا خمسة أمبير طيار المحصلة اللي داخل عليهم خمسة أمبير طيب وبعدين يبقى جهد المحصلة كام يا جماعة جهد المحصلة R محصلة في أي محصلة اللي هو عشرة فولت وبما أنه ده توصيل توازي يبقى الجهد هنا زي الجهد هنا ما هو نفس النقطتين هوا فرق الجهد هنا زي فرق الجهد هنا يبقى عشرة عشرة طيب طيب قيم الطيار بقى هتتجاب إزاي هيبقى الطيار فدية عشرة على التلاتة V على R طيب طيار هنا عشرة على ستة عشرة على ستة لما نختصر حيبقى خمسة على التلاتة حكا بس تريد أن تصلي عن صلى الله عليه وسلم حمسح الجدول كله تاني اعتبرها لعبة والله العظيم هو لعبة سهلة جدا مش ده جدول توازي تعالا نشوف قواعد اللعبة يا ترى R المحصلة بتتجاب إزاي بالنسبة لدول دي ضربهم على جمعهم ماشي طيب في التوازي A المحصلة مجموعة طيارين طيب في التوازي V المحصلة تساوي V هنا وV هنا لأن الجهد هنا لا يتجزأ طيب سجل المعلومات اللي انت تعرفها فقط أنا أعرف أنه في مقاومة ستة وتلاتة تبقى المحصلة اتنين والطيار العمومي اللي ماشي فيهم خمسة أمبير يبقى الجهد A في R بعشرة فولت يبقى دولة كمان عشرة فولت يبقى الطيار هنا V على R بخمسة بعشرة على تلاتة وهنا V على R بعشرة على ستة أو خمسة على تلاتة طيب يبقى الطيارات اللي احنا عملناها مظبوطة بس بعد ما بتتفرق بترجع تتجمع تاني هنا خمسة أمبير مرة تانية طيب الخمسة أمبير المرة دي ممكن أفرقهم برضو بالحسابات وبعدين ممكن أعملهم بالجدول مرة تانية عشان يتأكد عندنا بالحسابات اللي اتنشر والي اتنشر دول ستة والستة دي يبقى الطيار هنعتبره بتفرع لجزئين الأول نصه ينزل تحت اتنين ونص أمبير لأن هنا ستة ودولة مع بعض ستة طب والتنين ونص اللي هدخله هنا آه حيبقى واحد وربع وواحد وربع بس على فكرة مش دايما الأرقام بتبقى سهلة كده لذلك أنا أفضل نبقى عارفين الجدول طب هنا نعملها جدول إزاي صلى على النبي يا سيد صلى الله عليه وسلم هنعمل المرة دي جدول بقى بس المرة دي هيكبر شوي هنخليه تلات مقاومات يبقى مقاومة أولى وتانية وتالتة ومحصلة يلا بينا كده المقاومات اللي عندنا المرة دي كام وكم وكم اتناشر واتناشر وستة محصلتهم تلاتة طب وبعدين الطيار العموم اللي داخل عليهم خمسة أمبير طب يبقى محصلة الجهد خمستاشر فولت طيب وبعدين يبقى دي خمستاشر ودي خمستاشر ودي خمستاشر لأنه في توصيل التوازي الجهد متساوي طب يبقى الطيارات كان بقاه خمستاشر على اتناشر احسبها كده يطلع واحد وربع خمستاشر على اتناشر واحد وربع خمستاشر على ستة اتنين ونص لما تجمعهم يطلعوا خمسة يبقى احنا مشيه مظبوط تمام صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كمان بقى عايز يشوف موضوع النقط دوت هو احنا جبنا فرق الجهد هنا كام يا جماعة فرق الجهد هنا لو فاكر دا كان خمستاشر فولت في المقاومات دي طب وفرق الجهد هنا كان كام لو فاكر كان عشرة فولت لأن المقاومتين محصلتهم اتنين في الطيارة عمومة خمسة أمبير طيب وفي الاولانية بقى كان خمسة وعشرين فولت طب لو حبينا نجيب الجهد عنده كل نقطة بص يا سيدي الجهد هنا كام فولت خمسين فولت ماشي معاك خمسين فولت عدت على المقاومة دي هتفقت فيها خمسة وعشرين فولت يبقى حيتبقى معاك كام خمسة وعشرين فولت طب هتعدي هنا دول محصلتهم اتنين اوم وانت طيارة خمسة أمبير يبقى هتفقت هنا عشرة فولت يبقى هتبقى معاك خمستاشر فولت هتفقتهم هنا لان طيارة خمسة أمبير والمقاومات تلاتة يبقى الخمستاشر فولت لما تفقتهم هتوصل هنا الى زيرو فولت يبقى يا جماعة الجهد عنده النقطة دي خمسين فولت خمسة وعشرين فولت خمستاشر صفر طب وترجع تجيبها بطريقة فارق الجهود هتلاقي فارق الجهود هنا فعلا خمستاشر وهنا عشرة وهنا خمسة وعشرين طيب نتنقل بعد كده الجزء مهم جدا اللي هو الجزئية بتاعة قانون قوم للدوائر المغلقة قانون قوم للدوائر المغلقة برضو من أهم الأجزاء اللي عندنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انا عندي بطارية انا رسمها بالشكل ده عشان تبقى ان هي كموصل البطارية انا بشوفها شخص بيقوم بدفع الالكترونز فيه الالكترونز جوه وبتمشي كلها جوه السلك برضو بيدفع بعضها بعض فبهدوء كده لو شغلنا قانون بقاء الطاقة قانون بقاء الطاقة هنلاقي بمنتهى البساطة ان الطاقة اللي بتبزولها البطارية يبزل جزء منها لدفع الشحنات داخل البطارية والباقي لدفع الشحنات خارجها فهنسميه دابليو ان بالنسبة البطارية يعني زائد دابليو قاوت يبقى البطارية تقوم ببازل شغل جزء منه داخلها وجزء اخر خارجها فكلي دابليو بطارية او اقولك اقسم على تي اسهل اقسم على الطايم طبعا الشغل على الزمن يعني باور يبقى باور بطارية حيساوي باور ان زائد باور اوت يبقى قدرة الكلية للبطارية يستهلك جزء منها في تحريك الالكترونز جوه والباقي برا طب فكلي الباور اي باتري في في باتري بيساوي اي ان في في ان زائد اي اوت في في اوت نحاول نخليهم كلهم في الكادر يا معتز ان شاء الله اقسم على الاي ليه حنقسم على الاي لانه الطيار يا جماعة سابت في كله يبقى الاي اللي ماشي في البطارية هو الطيار اللي ماشي برا هو اللي ماشي جوه يعني نوصل الى انه في باتري يقسم الى جهد يبزل بداخلها وجهد خارجها طيب كامل وما تزهاش في باتري سيبها ما تفكهاش طيب في ان يتفك زي اي ان اللي هو ماشي جوه طب ما هو الكل ماشي فمشي حطله علامة في المقاومة الداخلية بتاعتها هنسميها ار سمول زائد اي اللي ماشي برا زي اللي ماشي جوه فار اوت اللي هي مجموع المقاومات الخارجية تمام نقدر ناخد الاي عامل مشترك فطبعا العلاقة هتبقى فيه باتري بتساوي اي ار زائد ار تمام انا كده اولا انت غير مطالب باسبات القانون ده بس سدقني لو انت بتفكر بالمنطق هتحتاج الاسبات ده لان ده الاساس اللي مابنى عليه الشغل كله طب وصلنا فيه باتري بتساوي اي فار زائد ار يبقى فيه باتري وصلنا اي فار زائد ار طيب معنى كده انه اي هتساوي فيه باتري على ار زائد ار ده طبعا يشبه قانون اوم اللي احنا حفظينه اللي هو اي بتساوي فيه على ار بس ده هنقول عليه قانون اوم للدوائر المغلقة يعني ده بتاعد دائرة كلها فهنقول ايه بالعربي اذا شدة الطيار الكل في الدائرة هو حاصل قسمة ايه على ايه بقى القوة وعلى فكرة المفروض نخليها بالجمع القوة لانه ممكن يبقى فيه اكتر من بطرية القوة الدافعة الكهربية على مجموع المقاومات الداخلية والخارجية ده اسمه قانون اوم للدوائر المغلقة طيب في حاجة كمان اسمها كفاءة البطارية كفاءة البطارية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لو فكرنا بالعقل كفاءة اي جهاز هي الطاقة المطلوبة اللي خرجة منه على الطاقة اللي داخلاله مثال لو انا عندي مروحة بتاخد ميت جول كهربة في السانية وبتديني طاقة حركية تمانين جول في السانية وعشرين جول بيفقدوا في صورة حرارة وصور اخرى غير مرغوبة بنقول هنا كفاءتها تمانين في المية اسمنا الطاقة اللي خرجة منها وهي مرغوبة على الطاقة اللي كانت داخلها طب بنفس المنطق البطارية انا جايبها والغارة دي تحرك لي الشحنات برا يبقى دا المطلوب منها اما الشغل المبزول في تحريك الالكترونات داخلها دا ما يخصنيش في حاجة دي مشكلتها هي فلذلك كفاءة البطارية هنعدي كده القوانين اللي هنقولها على كفاءة البطارية بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نحط سبط عليها كده الجزئية اللي جاية كفاءة البطارية تساوي بابليو اوت اللي هو الخارجي بقى على بابليو باتري تمام طب ما انت لو قسمت على الطايم يبقى تنفع باور اوت على باور باتري طب كامل طب ما انت لو فكت الباور باتري حتبقى في باتري هتبقى الباور اوت حتبقى في اوت في اي على في باتري في اي فممكن تشيل الاي مع الاي يبقى في اوت على في باتري طب ما انت لو فكت الباور با اي ار والفي باتري با اي ار زائد ار تقدر تشتب الاي مع الاي وتبقى كفاءة البطارية ار على ار زائد ار وده اسهل قانون من قانون الكفاءة ويا ريت ما تحفظش الله يخليك عايزك تبقى فاهم ما وانت لو فاهم هتتعب شوية في الاول بس بعد كده لما تنسى هتعرف تجيب لوحدك قانون كفاءة البطارية طيب هقول حاجة شبه الكفاءة بس بالعكس بس صلى على ده بالاول برضو صلى الله عليه وسلم اللي هو نسبة الجهد المفقود نسبة الجهد المفقود من البطارية نسبة الجهد المفقود هتساوي VN او خلينا نبدأ بالضابليو برضو يبقى الضابليو N على الضابليو باتري اللي هو بقى الجزء اللي فوقت جواها اللي انا اساسا ما يلزمنيش على اللي هو الضابليو باتري كلها طب فوقيلي دي يبقى باور N على باور باتري اقسم على الاي هتبقى VN على V باتري فوق يبقى I R small على I R capital زائد R small اشطب I مع I فتبقى اسهل صورة للجهد المفقود R على R زائد R الاساسيات دي يا جماعة شيء مهم جدا معرفة كفاءة البطارية ونسبة الجهد المفقود طيب نبتدي ناخد بعض الاسئلة البسيطة كده عشان نربط الاجزاء دي كلها ببعضها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدائرة البسيطة دي هطلب منك حاجات كتير قوي دائرة مغلقة عايز الطيارات في كل حتة وعايز القدرة المفقودة في كل حتة وعايز كفاءة البطارية دي وعايز نسبة الجهد المفقود دي كنوع من التدريب عشان اللي هو بيطلخبط لسه صلى عن نابل اول ياسيلي صلى الله عليه وسلم دي دائرة مغلقة دائرة مغلقة معلش عايزين ناخد يعني المربع ده كده معنا برضو كله جوة مع الدايرة اول حاجة طالما هي دائرة مغلقة قل للفي باتري بكام وبعدين ار بكام ويبقى ار زائد ار بكام و اي الاصلي بكام رد يلا على قد السؤال الفي باتري بعشرين فولت طب و ار الخارجية والله ال 18 وال 9 دول 6 احسبها براحتك زائد الثلاثة يبقى تسعة طيب و ار زائد ار بقى يطلع عشرة قوم يبقى اي العمومي في باتري على ار زائد ار اتنين امبير طب يلا بقى نمشي مع الطيار كده جزء جزء الطيار اللي حيخرج من هنا اتنين امبير حيعدي هنا اتنين امبير طيب نيجي هنا نلاقي قدامنا سكتين يا جماعة المقاومات بنسبة اتنين الى واحد حيبقى الطيار بنسبة واحد الى اتنين يعني يقطع الطيار تلات اجزاء جزء واحد يعدي فوق يبقى فوق اتنين على تلاتة امبير اتنين على تلاتة امبير طب وتحت جزئين اربعة على تلاتة امبير مش عايز عاملها جدول تاني عشان وقت الحلقة طيب ويرجع يتجمع تاني ويدخل طيب ايه المطلوب بقى المطلوب يا سيد انا عايز باور بتري لوحدها وباور قاوت مرتين مرة جملة ومرة يعني مقاومة مقاومة وعايز باور ان صلي على النبي سيد صلى الله عليه وسلم باور بتري حيبقى بمنتهى البساطة في بتري في اي في بتري بعشري واي باتنين يبقى اربعين واط خد بالك بقى يبقى دلوقتي البطارية شغالة بقدرة اربعين واط يبقى لازم الباور اوت زائد الباور ان مجموعهم يطلع اربعين واط طب حتجيبهم ازاي بص يا سيد لو حتجيبهم بالجملة الباور اوت ينفع يتجاب في اوت في اي والفي اوت يتفك باي ار اوت في اي ار اوت في اي يعني اي تربيع ار اوت طب اي تربيع بكام اتنين في اتنين باربعة وار اوت بكام بتسعة يبقى يطلع ستة وثلاثين واط طيب وباور اوت بالتفاصيل صلي عن نبي سيد صلى الله صلى الله تجيب القدرة عند كل مقاومة القدرة عند كل مقاومة لازم مجموعة تلات قدرات دول يطلع ستة وثلاثين تمت يلا نجرب هنا اي تربيع باربعة في ار تلاتة يبقى اتناشر واط زائد اي تربيع اربعة على تسعة في تمنتاشر يبقى اربعة على تسعة في تمنتاشر زائد اي تربيع ستتاشر ستتاشر على تسعة في تسعة يساوي يلا نجمع كده بالراحة دي تسعة مع تسعة يبقى دي ستتاشر تسعة فيها الواحد تسعة فيها الاتنين يبقى دي تمانية يبقى ستتاشر وتمانية اربعة وعشرين واثناشر ستة وتلاتين واط يبقى انا كده شغال مظبوط واما الباور ان قبل ما نحسبه لو انت مركز معايا لازم يطلع اربعة واط طب الباور ان يتجاب ازاي بهدوء كده يبقى الفي ان في اي طب الفي ان يتفك ب اي ار سمول يعني يطلع الناتج هنا اي تربيع ار سمول طب اي تربيع لو مركز معايا يطلع اربعة فار دا يريتي متزبطة تماما عايز الكفاءة الكفاءة سهلة اجيبها بمنتهى السهول عشان ما ضاعش وقت الحلقة باور اوت على باور باتري ستة وتلاتين على اربعين يطلع الناتج تسعين في المية ولو كنت استخدمت القانون الاسهل اللي هو اللي هو كفاءة البطارية واحنا قلنا من شوية كفاءة R على R زائد R دي حسبناها بتسعة ودولا كده عشرة يبقى برضو تسعين في المية لما تضرب في مية طب وعايز نسبة الجهد المفقود نسبة الجهد المفقود يبقى باور اين على باور باتري باور اين باربعة على باور باتري باربعين يطلع الناتج عشرة في المية احنا بنفقد عشرة في المية جوة البطارية طيب صلي عن نبي صلى الله عليه وسلم الجزء اللي بعد كده يعني احنا كده اخدنا توصيل مقاومات توالي وتوازي واخدنا قانون قوم للدوائر المغلقة اه في جزء ايه بتاعت قراءة الاميتر والفلتاميتر والكلام عن ما يسمى دائرة الشحن طيب عندي بطارية معاها مقاومة ومعاها اميتر وفي مقاومة تانية معاها مفتاح وليكن مثلا البطارية دي اتناشر فولت والمقاومة دي ستة اوم والمقاومة دي تلاتة اوم انا بختار ارقام سهلة جماعة لانه المهم هو التعامل مع المسألة ايه المطلوب قراءة الاميتر قبل وبعد غلق المفتاح كي طيب المفتاح كي لما يكون مفتوح دي مسألة لوحدها ولما يكون مغلق دي مسألة تانية فلو سمحت عايزك تبقى مركز تماما كي مفتوح دي دائرة مغلقة عايزك تحترم او الدائرة المغلقة خد بالك المرة دي مش حاطت ارس مول يعني انت تهملها طيب مجرد النظر يا اخي اي في الحالة دي ايمين اي كولي في باتري على ار زائد ار سمول بس ما فيش ار سمول تطلع مجرد النظر اتنشر على ستة فيها اتنين امبير طب الطيار اتنين امبير ده خد خد بالك المفتاح مفتوح يعني دي اك انها مش معانا خالص فالطيار اتنين امبير ده حيعدي كله في الاميتر ولا لا تمام يبقى قراءة الاميتر حتساوي هنا اي كل يعني اتنين امبير ده في حالة انك مفتوح طب يا طرى بقى لما يكون كمغلاق صلي عن نبي سي صلى الله عليه وسلم حنقفل عيد من تاني الحكاية ما تتصرعش لكنها مسألة جديدة خالص دلوقتي المقاومة الكلية كان دولة توازي مع بعض المقاومة الكلية اتنين امبير يبقى الطيار الكل المراد ستة امبير المراد الطيار ستة امبير بس هل يا طرى كله هيعدي من الاميتر ولا لا الاول هنا كده اي كلي في باتري على ار توتل طبعا زائد ار سمول بس ما فيش ار سمول يطلع ستة امبير الطيار الستة امبير ده مش هيعدي كله في الاميتر لانه هيتفرع اه هيتفرع بنسبة كامل كامل يا استاذ بنسبة واحد الى اثنين ليه ما هي المقاومات بنسبة اثنين الى واحد بنسبة كام اثنين الى واحد اه يعني الطيار يتفرع بنسبة واحد الى اثنين وميحصل ايه بقى ستة امبير دول اثنين امبير يدخلوا هنا واربعة امبير الله يبقى الاميتر المرة دي هيقرأ برضو كام اثنين امبير بس سوعة تفتكرها قاعدة دي على فكرة اللي موجود ده بيبين طريقة التوصيل على التوازي يعني ده بيبين لو قلبنا المقاومة دي مصباح ودي مصباح ان انت لو كنت موصل مصباح واحد مع البطارية وكان جايله اثنين امبير في الحالة الاولانية لما توصل مصباح جديد على التوازي هل هيقصر على اضاءة ده لا ده هياخد طيار لوحده تمام يبقى كده مش هيقصر على اضاءة دوت اللي انا عايزة منك انك لما تيجي تتعامل مع قراءة الاميتر طيب لو فرضنا انه كان في اميتر هنا اميتر اخر هنا الاميتر الاخر دوت قبل غلق المفتاح كان هيقرأ اثنين امبير لما كان المقاومة واحدة السلش شغالة طب بعد غلق المفتاح هيقرأ ستة امبير لما تيجي تطلب منك قراءة الاميتر في المسألة تاخد بلك من موقعه هل يمر في طار كله ولا جزء منه الجزء التاني اللي حنتكلم فيه اقوى شوية اللي هو التعامل مع قراءة الفولتاميتر لو انا عندي بطارية بطارية متوصل معها مجموعة مقاومات خليهم خمس مقاومات روان 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 طيب ايه المطلوب عندي فولتاميتر متوصل في الجزء ده طبعا عندي دي في باتري وارس مول صلى على النبي سيدي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه مفتاح في الدائرة الخارجية كده ومفتوح الفولتاميتر ده هيقرأ في باتري كلها ليه لان ما فيش خارج خالص ده هو البطارية متوصلة مع الفولتاميتر يعني بيقرأ في باتري بس طب لما نقفل بللي عليك تركز كده النقطتين دول هنبص لهم بسطين بصة من جوه عارف دولا لإيدين بتوع البطارية بالعربي الفولتاميتر ده بيقص إيه ما تعطيه البطارية للدائرة الخارجية الفولتاميتر ده جهدها كله ناقص المفقود داخلها طيب يعني قراءة الفولتاميتر ده الفولتاميتر ده حتساوي البطارية كلها ناقص اللي حيفقد جواها في نفس الوقت في نفس الوقت ده حيساوي إيه بقى لو بصنا من بره مش كده لو إحنا جبنا فولتاميتر من بره كده هو وصلناه بالشكل ده حيدي نفس القراءة ولا لا آه بس لو بصت له كده هقول يبقى أنا عايز لما اتعامل مع الفولتاميتر يبقى لي نظرتين نظرة من جوة ونظرة من بره طب ساعتها بقى يبقى الحسبة دي هتساوي إيه أخوانا صلى على النبي ونقول لك صلى الله عليه وسلم هتساوي V1 اللي هو IR1 زائد IR2 زائد IR3 زائد IR4 زائد IR5 صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أوضح دي لأن دي في غاية الأهمية لو أنا بقى نقلت ده هنا يا طرق راية الفولتاميتر هتقل ولا هتزيد صلى على النبي ونقول لك صلى الله عليه وسلم دلوقتي لو بصت من بره كده بيقرأ جهد كم مقاومة بدل كم أربع مقاومات بدل خمس يبقى كده قلت ولو بصت من جوة تبقى قلت برضو عارف ليه لأنه هيقرأ الفي باتري ناقس ما يستهلك جواها وما يستهلك هنا تاني هيقرأ كده الفي باتري كلها ناقس ما يستهلك جواها وما يستهلك هنا يبقى قرأة الفولتاميتر في الحالة التانية هتبقى فيه باتري ناقس آي آر سمول ناقس آي آر وان وده بيساوي آي آر تو لحد آر فايف طيب لو نقلنا الفولتاميتر هنا يبقى دلوقتي عدماعة لو نظرنا من بره يبقى بيجهد كم مقاومات لد و بيقرأ بيجهد لها مدفن قريب أحد في باتري ناقس ما ناسف ناقس ناقس أرفور أم عشان عندي بطريتين بالوعية دي دي خمسة فولت و ثلاث عشة اوم اثنين من عشرة اوم ماشي ودي مثلا اثنين اوم المطلوب قراءة الفولتاميتر ده وقراءة الفولتاميتر ده هنسمي ده في ون وده في تو صلى على النبي سيد صلى الله عليه وسلم أول خطوة طالما دايرة مغلقة هات الطيار العمومي الأول الطيار العمومي إزاي الفي باتريز مجموعة الفي باتريز خمسة ناقس اثنين طب ناقس ليه لأن دي عايزة تزوء الطيار كده طب ودي عايزة تزوء الطيار في عكس الاتجاه بس مين اللي حيكسب دي اللي حتكسب فدي حتزوء الطيار بحيث يدخل جوه البطارية دي ساعتها نقول ان دي شاحن ودي مشحون تمام يبقى الفي باتريز بتلاتة عشان الموجب الموجب والسالف السالف طيب والمقاومات الخارجية بكام اثنين من عشر او ثلاثة من عشر يعني نص واثنين يبقى اثنين ونص يبقى الطيار العمومي ثلاثة على اثنين ونص يعني يطلع واحد واثنين من عشر امبير الطيار كده هيبقى واحد واثنين من عشر امبير طيب تمام البطارية اللي بتشحن لما يجي الفولتاميتر يركب هنا عارف هيقيس الفي باتريز بتاعتها ناقس الجهد المفقود جواها يعني هيقيس كام خمسة ناقس افتح قوس واحد واثنين من عشرة في تلاتة من عشرة تمام اما البطارية التانية وده مهم جدا بقى البطارية التانية دي يا جماعة ما بتطلعش مش شغالة ما بتديش دي بتاخد فلما الطيار هيعدي ده هيعدي جواها فإن اللي هيحصل هو قبل بطار يعدي كان الفولتاميتر بتاعها اي ستنين فولت طب ولم طيار دخل كمان وعد على مقامتها الداخلية يبقى قريته هتزيد لان في الحالة دي حيقيس الفي باتري بتاعتها زائد اي ار اسمول بتاعتها برضو زائد مش ناقس لان دي بتتشحن تانية يا جماعة بتتشحن يعني ما بتطلعش طيار يعني ما فيش جهد بيفقد داخلها ده هو هنا هي يعني هي نفسها ما بتفقدش جهد داخلها ده فيه طيار بيعدي وبيبزو الجهد جواها فكده قرية الفولتاميتر بتقرى الفي باتري زائد الجهد المبزول جواها طيب يعني ايه يعني هنقرأ اتنين زائد افتح قوس الطير العمومي كان واحد واثنين من عشرة في اتنين من عشرة يطلع اتنين واربعة وعشرين من مية فولت طيب دي كانت توصيل المقاومات ودائرة الشحن للأسف وقتنا خلص بس المرة اللي جاية ان شاء الله هكمل لسه لان فيه في التاسع حاجات مهمة جدا بالنسبة لأشكال الغريبة بتاعت المقاومات دي وان شاء الله هنبسطها جدا بطريقة اسمها طريقة النقط فالمرة اللي جاية ان شاء الله نبدأ بالتاسع ونكمل العشر ان شاء الله نستطيعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا